السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي الطلاب والطالبات مرحبا بكم في قناة عين في دروس العلوم للصف الثالث المتوسط معكم الأستاذ وفار بيعان ويروافقني معلم لغة الإشارة أستاذ عادل أسويل نستكمل بإذن الله اليوم دروسنا في العلوم في فصلنا الرابع في تجربة وتهيئة استهلالية في فصلنا مادة الوراثة كالعادة لدينا ثلاثية التفوق والتركيز والتحفيز والتلخيص متابعة الفيديوهات مناقشة مع المعلم والزملاء حل أسئلة نهاية الدروس والوحدة ومراجعتها متابعة يوميا للدروس عن بعد وحل الواجبات وكالعادة لدينا ورقة لتدوين الملاحظات نكتب بها اسم الموضوع التاريخ أبرز الأفكار الواردة في الفيديو وتلخيص أبرز المفاهيم الواردة بكلماتك أو كلماتك الخاصة نراجع سابقا ما لدينا دورة الخلية ما الذي يحدث يحدث نمو الخلية تنمو الخلية تتضاعف ماذا العضيات ينسخ الديني وذكرنا الديني وتتضاعف ماذا الكروموسومات نقف قليلا عند الكروموسومات وقلنا الكروموسومات هي تراكيب تحمل المادة الوراثية موجودة في نواة كل خلية من الخلايا هذه صورة ماذا؟ صورة الكروموسومات بهذا الشكل هذه صورة مكبرة خمسمائة مرة نحن لا نراها بعيننا المجردة لكن نراها بمجاهير مكبرة ألاف المرات وذكرنا أن هذا كروموسوم مضاعف يتألف من ماذا؟ من سلسلتين متماثلتين من الكروموتايدات من الكروموتايدات مرتبطتين معا في نقطة تسمى السنترومير إذن هذا الكروموسوم المضاعف نضرق عليه كروموسوم مضاعف يتألف من زوج من الكروموتايدات أي سلسلتين متماثلتين مرتبطتين في منطقة ماذا؟ السنترومير متى يتم عملية تضاعف الكروموسومات ونسخ المادة المراثية في الطور ماذا؟ في الطور البيني ثم انقسام متساوئ وانقسام ماذا؟ السيتوبلاز إذن هذا هو كروموسوم غير متضاعف يتضاعف يطلق عليه كروموسوم متضاعف يرتبطان معا يتألف من سلسلتين من الكروموتايدات أو زوج من الكروموتايدات يرتبطان معا في منطقة تسمى السنترومير هذا يضمن ان هذين الجزئين متماثلين العلويين والجزئين السفليين أيضا متماثلين في العملية في فصلنا الرابح نتكلم عن الوراثة ننظر للشكل الوراثة الوراثة دائما هؤلاء الصبية موجودين في المدرسة أو في أنادي يلعبون معا نقف قليلا وننظر إليهم هل هناك شبح بينهم؟ هل هما إخوة برأيكم؟ ها هل هما إخوة؟ فكروا قليلا لا ليس أخوة لماذا؟ للاختلاف؟ نلاحظ الفم في هذا الحال يختلف والأنف تركيبه واللون البشرة وأيضا ماذا تكوينت ماذا؟ تكوينت الجسم إذن دائما نتكلم عن الوراثة الوراثة ما هي الوراثة؟ ماذا يحدث في الوراثة؟ ما هي؟ ها ما هو برأيكم أحسنتم رائعين؟ دائما نحن نرث أشياء كثيرة من آبائنا نجد لفكرتنا العامة تحدد الجينات الصفات الوراثية للمخلوق الحي إذن لدينا هنا كلمة مبهمة لدينا وهي الجينات تحدد الصفات الوراثية للمخلوق الحي وسنتعرف الكثير الكثير بما هي الجينات وما هو تركيبها في درسنا الأول سنفن نتناول مادة الوراثة الـ DNA مادة الوراثة وهذا اختصار لحروف ثلاثية أو لحروف لمركبات معينة الفكرة الرئيسية ودائما الـ DNA يكتب يعني عزيز الطالب وعزيزة الطالبة دائما نتذكر كتابة الـ DNA هي بحروف إنجليزية كبيرة وليست صغيرة الفكرة الرئيسية في درسنا الأول يحتوي الـ DNA على التعليمات اللازمة للحياة هل نستطيع أن نطلق عليه هو بصمتنا الوراثية؟ نعم هو البصمة هو الشفرة دائما في حوادث تحدث كثير من الحوادث كحوادث انفجارات كحوادث احتراق الجثث كحوادث الجنائية كيف يتم التعرف على هوية هؤلاء الأشخاص؟ فكروا برأيكم كيف يتم التعرف عليهم؟ على الضحايا؟ كيف يتم التعرف؟ أحسنتم يتم التعرف عليهم من ماذا؟ من أخذ الـ DNA لهم لماذا؟ الـ DNA ماذا يحتوي؟ يحتوي على شفرة لكل شخص DNA خاص به يختلف عن ماذا؟ يختلف عن الآخر وبالتالي نستطيع أن نرى لماذا هناك هناك ماذا؟ لماذا هناك عوائل معي أو عائلة العائلة نفسها أفراد العائلة يتشابهوا في صفات معينة ونستطيع ومن عائلة إلى عائلة أخرى هناك ماذا؟ فرق ونستطيع تحديد الشخص هل هو من العائلة كذا أو كذا إذا كنا نعرفهم بسبب ماذا؟ حتى نحن نقول بسبب الجينات الجينات ماذا؟ متشابهة لهذه العائلة إذن في درسنا الثاني سوف أيضا نتناول علم الوراثة وكيفية انتقال هذه الصفات الوراثية في الأجيال في العوائل من عائلة لعائلة أخرى فكرة الرئيسية ساعدة المنهجية العلمية العالم من دل نركز على هذا العالم الذي أثر علم المراثة بقوانين اكتشف مبادع علم المراثة وما زالت قوانينه إلى يومنا الهاذية تدرس في علم الوراثة في الجامعات وندرسها أيضا في مناهجنا الدراسية لدينا هذا السؤال على هذه الصورة لماذا يبدو الأشخاص مختلفون؟ يختلف الأشخاص نقرأ سويا في لون الجلد نعم هذا ذكرنا في الشعر في الطول معرفة كيفية تحديد هذه الاختلافات يساعد على توقع ظهور بعض الصفات الوراثية كما يساعد على فهم سبب الاختلافات إذن نحن ندرس الوراثة كعلم ونتعرف ندخل في العميق نتعرف على من المسؤول على هذه الصفات الوراثية لماذا؟ لنتوقع الصفات التي سوف تظهر في أفراد العائلة الواحدة وأيضا لنتوقع أيضا ماذا الأمراض أو الاختلالات الوراثية التي سوف تظهر في العائلة إذا كان لديها جيم معين أو جيم معين مسؤول عن صفة غير مرغوبة لكي نحد من ماذا؟ نحد من انتشار الصفات الغير ماذا مرغوبة إذن دراسة علم الوراثة أو ندرس المادة الوراثية كان من المهم نتعرف على انتقال هذه الصفات عبر الأجيال إذا هي الصفات حميدة نعم نحاول ماذا؟ نحاول أنها تنتشر لكن إذا الصفات أمراض أو احتلالات فنتعرف عليها لكي نحد من انتشار هذه الأمراض الوراثية اكتب ثلاث صفات هل لديك صفات وراثية تملكها؟ هل جميع عزيز الطالب وعزيزة الطالبة؟ هل جميع الصفات التي أنت أو أنا نملكها من لون البشرة، لون العيق، زحية العين، الطول، ملامح الوجه؟ هل هذه هل جميع الصفات التي أملكها وتملكها هل هي جميعها وراثية؟ فكر قليلا نعم أعطيكم ثانية أحسنتم أسمع إجاباتكم نعم ليست كل الصفات الوراثية لكن هناك صفات وراثية أعطوني أمثل على صفات وراثية أكتب في دفتر علوم أعطيني أمثل أعطيني كلاكما أنت عزيز الطالب وعزيزة الطالبة كلاكما أعطوني أمثل على صفات وراثية أحسنتم لون البشرة أحسنتم ملامح الوجه أحسنتم لون الشعر لون قزحية ماذا؟ العين، الطول أو القصر أحسنتم الغمازات الموجودة في الوجه أيضا هي وراثية أيضا كذلك شكل الأذن هل هي شكل الأذن وتركيبها أيضا هي ماذا هي وراثية هذه شكل الأذن أيضا صفة ماذا وراثية أعطوني أمثل الصفات طبعا ما معنى الكلمة وراثية هي من مين اكتسبتها؟ اكتسبتها من آبائك من آبائك من الأب ومن الأم ومن الأجداد اكتسبتها وتنتقل وأنت أيضا سوف تنقلها لأولادك في المستقبل نحن نرث نصف صفاتنا من الآباء ونصف الآخر من ماذا من الأمحات كذلك أكت عطيني صفات ليست وراثية ليست كل الصفات وراثية أعطيني أمثل صفات وراثية أحسنتم مهارة الخط مهارة الصوت أحسنتم أيضا كذلك الخياطة الرسم هذه كلها صفات ماذا؟ صفات مكتسبة والطبخ أيضا صفات مكتسبة وليست صفات وراثية صفات مكتسبة تحتاج لتدريب وتحتاج إلى مهارة ولكن ليست صفة ماذا تتوارثها من ماذا من الأجيال لدينا هذه التجربة استهلالية من له صفة وجود الغمازات؟ طبعا صفة وجود الغمازات؟ الغمازات هي صفة وراثية قد تشترك أنت وزميلك في أشياء كثيرة كنوع الطعام الذي تحبه أيضا هذه صفة مكتسبة أو قصة الشعر أو قصة الشعر قد تكون لك أنت وزميلك نفس قصة الشعر خلاص ولكن ليست هي وراثية هذه الصفة أو قصة الشعر لكن هناك اختلافات واضحة تظهر بينكما تتحكم الجينات نقف قليلا الجينات إذن هل الجينات هي المسؤولة عن انتقال الصفات الوراثية؟ نعم تتحكم الجينات حتى نحن في الكلام العام أحيانا نرى مثلا أفراد من عائلة معينة فنقول لهم جيناتهم لهم جينات لهم صفات معينة استطيع تحديدها صحيح هذا الكلام قد نقولها بالكلام العام لكن هي في حقيقة علمية نستخدم هذه الكلمة وهذه حقيقة تتحكم الجينات في معظم هذه الاختلافات التي ورثتها من والديك سوف تدرس خلال هذه التجربة أحد هذه الاختلافات لاحظ صورتي الطالبين هذا الطالب له غمازات صحيح لكن هذا الطالب ليس لديه غمازات طبعا هذه ممكن تجريها بالفصل مع زملائك ليست فقط صفة الغمازات صفة وراثية ممكن لون البشرة ممكن لون قزحية العين فاتحة أو لون الغامق ممكن ملمس الشعر أيضا كذلك من الصفات أيضا ماذا الوراثية طبعا أطلب من أصدقائك الابتسام وسجلها وحسب النسبة سنجد نسبة عادة عادة من 10 إلى 30% من الأشخاص الموجودين في الفصل قد تكون لديهم هذه الصفة صفة الغمازات وقد تتفاوت طبعا ليس بالضرورة صفة الغمازات أي صفة من الصفات الوراثية قارن بها فصلك وحسب النسب كم عدد الذين لديهم وكم عدد الأشخاص الذين ليست لديهم أيضا لدينا تهيأ للقراءة لدينا تصور ذهني ما معنى تصور ذهني عندما تقرأ كل جزء من الأجزاء حاول أن تتخيل حاول أن ترسم له صورة في ذهنك الطعام الصوت الشعور الطعام حاول أن ترسم له صورة مثلا عندنا هنا مربع بنت أحيانا تقرأ مربع بنت سوف نتناول مربع بنت قبل أن ندرس مربع بنت تخيل مربع ما هو المربع مربع بهذا الشكل أيضا هذا المربع له ماذا له أعمدة له أعمدة وله ماذا صفوف هذه الصفوف وهذه الأعمدة إذن حاول في هذا الفصل كأحد مهارة من المهارات لدينا هي عندما تقرأ بعض الأجزاء التي قد تكون من الصعوبة أننا نجري تجارب عليها حقيقة حاول ماذا تخيلها ووضع ماذا تصور لدينا أيضا هذا المربع لدينا له تقويم قبلي اقرأ هذه العبارات وضع ميم موافق وغين موافق قبل أن تدرس هذا الفصل أطيكم دقيقة أو ثواني معددة لكي تقرؤون ثم تضعون نعم أحسنتم رائعين انتهيتم منه نعم رائعين نبدأ الآن في درسنا الأول مادة الوراثة نتعرف على أهدافنا نتعرف أجزاء جزيء DNA وتركيبه نمضح كيف يتضاعف DNA وتركيب RNA طبعا هذه الأهداف سوف نتعرف عليها في الفيديوهات القادمة بإذن الله أول هدف هو سوف نتعرف عليه أجزاء DNA عملية فصل DNA لماذا ندرسها الديني ما هو الديني يساعد الديني على تحديد معظم خصائص الجسم لدينا مراجعة مفردات جدا الكلمات هذه مهمة البروتينات أو البروتين ما هو البروتين هو مركب عضوي ضخم الحجم يتكون من الأحماض الأمينية إذن البروتينات أو البروتين هو مركب عضوي يتألف من أحماض أمينية أحماض أمينية عديدة كبيرة جدا مترابطة تكون لماذا؟ تكون لماذا؟ تكون للجينات الموجودة في ماذا؟ الموجودة في الخلايا تكون لخلايا الخلايا تجمعها يكون لأنسجة الأنسجة تكون لماذا أيضا؟ تكون لأعضاء الأعضاء تكون لماذا؟ أجهزة إذن عملية تصنيع البروتين هذا مهم جدا لأنه يتألف من أحماض هذه أحماض تكون لماذا؟ الخلايا ومنها أنسج أعضاء أجهزة طبعا لدينا البروتين كما ذكرنا مفرداتنا الجديدة هي الـ DNA أحد هذه المفردات التي سوف نتعرف عليها لدينا شريحة التركيز لدينا هذه الصورة لقطة غريبة نوعا ما شاهدوا معي ما هو الغريب فيها هذه القطة غير الطبيعية القطة ذات الشعر المجعد هي قطة غير طبيعية شعرها مجعد في العادة القطة شعرها ماذا؟ أملس هذه القطة غير الطبيعية هي ديفون ريكسي ظهرت في بريطانيا عام 1960 نتيجة التعديل الوراثي الذي حدث في حضيرة القطة البريطانية تمتاز قطة ديفون ريكسي بالرأس الصغير والشعر المجعد هذه صفة غير طبيعية بسبب ماذا؟ أحسنتم هذه طفرة هذه طفرة صفة غير طبيعية بسبب ماذا؟ بسبب اختلال في ماذا؟ في الجينات بالاعتماد على الصورة والواصف ما التعديل الوراثي باعتقادك؟ هل حدث تعديل وراثي لهذه القطة؟ نعم حدث تعديل ما هو برأيك؟ هو ظهور ماذا؟ صفة ماذا؟ الشعر المجعد وأيضا الرأس ماذا؟ الصغير هذه الصفة ظهرت عدلة الجينات التي تعطينا هذه الصفة بطريقة معينة لعطتنا هذه الصفة وحدث ماذا؟ وحدث هذا التكوين لديها كيف يستطيعون مربي القطة بالاستمرار في سعيهم للمحافظة على خصائص وصفات هذه القطة؟ إذا أرادوا مربي القطة أن هذه الصفة شعر المجعد والرأس الصغير في القطة أرادوا أنها تستمر ويحافظون على هذه الصفة ما الذي سوف يقوم به؟ أحسنت بعملية ماذا؟ التزاوج للمحافظة لنقل هذه الصفات إلى ماذا؟ إلى الأجيال المختلفة عن طريق ماذا؟ التزاوج للمحافظة عليها إذن نصل إلى ماذا؟ نريد أن نعرف ما هو الديني برأيكم ما هو الديني؟ نعم أحسنت نصل قليلا إلى ما هو الديني؟ الديني هو عبارة لاحظوا معي عبارة عن ماذا؟ سلسلتين السلسلة الأولى والسلسلة ماذا؟ الثانية سلسلتين ملتفتان معاً هذه السلسلتين ما الذي يحصل لهم؟ تلتفان على قطع من ماذا؟ من البروتينات كماذا؟ كقطعة الصوف ثم بعد ذلك ما الذي يحدث؟ تلتف 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 ثم تشكل لي ماذا؟ تشكل لي ماذا؟ تشكل لي كروموتايدات تشكل كروموسوم مضاعف ونحن ذكرنا كروموسوم مضاعف بهذا الشكل الكروموسوم المضاعف يتألف من زوج من الكروموتايدات من سلسلتين من الكروموتايدات متصلتين في منطقة السنترومير إذن نستطيع أن نقول أن الكروموسوم ما هو إلا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سلسلة طويلة من ماذا؟ من الـ DNA الملفوفة على قطع من ماذا؟ من البروتينات كما نلف قطعة الصوف المشكلة لماذا؟ المشكلة للكروموتايدات المشكلة لأزواج الكروموتايدات التي تكون للكروموسوم الذي نعرفه إذن نستطيع أن نقول أن الكروموسوم هو تركيب يحمل المادة الوراثية هو أساسا يتألف من المادة الوراثية كما نذكر الذرة الذرة مما تتكون من داخلها من مغاد أبسط منها كذلك الكروموسوم هو المادة التي لدينا المادة لكن مما يتألف هذا الكروموسوم؟ كما ذكرنا الذرة مما تألف من داخلها هذا الكروموسوم ماذا يتألف في داخله؟ يتألف من ماذا؟ من سلسلة طويلة من ماذا؟ من الـ DNA والـ DNA عبارة عن ماذا؟ عبارة عن شريطين أو سلسلتين يكون لي سلم حلزوني ماذا؟ هذا السلم الحلزوني أو ماذا اللولبي يلتف على البروتينات ثم تلتف تلتف وتكون لهذه البروتينات زوج الكروموتايدات أو سلسلتين من الكروموتايدات متصلتين في منطقة السرتمير اللي يكون لي ماذا؟ يكون لي اللي هو كروموسوم مضاعف أيضا الـ DNA هو مادة عن مادة إما تكون عنصر أو مركب أو خليط فهو عبارة عن مركب كيميائي مركب كيميائي حمض نووي إذن الـ DNA هو مركب كيميائي هو حمض نووي منقوص الأكسجين لماذا منقوص الأكسجين؟ لأنه عنده أوفور في تركيبه لذلك نقص لديه ماذا الأكسجين؟ يحتوي على ماذا؟ معلومات عن نمو ونشاط المخلوقات ماذا؟ الحية الـ DNA طبعا هذا الاسم باللغة الإنجليزية دايوكسي ريبوزي D نيوكليك نووي A أسد اللي هو حمض إذن أطلق عليه الـ DNA أو حمض نووي منقوص الأكسجين كلاهما نفس المعنى إذن نجد الآن إذن هذا هو الـ DNA هو مركب كيميائي أو حمض نووي منقوص مادة الأكسجين يحتوي عن معلومات عن نمو ونشاط ماذا؟ المخلوقات الحية أيضا هي تألف من ماذا؟ لو لاحظنا يتألف من ماذا؟ من سلسلتين طويلتين ملفوفتين حول بعضهم البعض يتواجد في ماذا؟ يتواجد في النواة يعني هذه السلسلة كبيرة جدا مهولة لكن هي تلتف وتشكل بالأخير الكروموسوم المضاعف أيضا كذلك ما الذي يحدث له لهذا الكروموسوم؟ لهذا الـ DNA قبل عملية الإنقسام؟ طبعا في الطور ماذا ذكرناه؟ في الطورة البيني ما الذي يحدث؟ يتضاعف الكروموسوم نحن نعرف الكروموسوم يتضاعف هذا اللي ذكرناه في الطورة البيني وبالتالي ما الذي يحدث للـ DNA؟ بما أن الكروموسوم يتضاعف فالـ DNA أيضا يتضاعف لماذا يتضاعف؟ لأنه يحتوي على ماذا؟ هو أساسا يعتبر الـ DNA هو شفرة وراثية ماذا يعني لشفرة وراثية؟ فكروا قليلا نحن معا نتكلم بلغتنا لغتنا العربية ونكتب اللغة العربية لدينا حروفنا اللغة الحربية هذه الحروف نجمعها إما تكون لكلمات والكلمات تكون لماذا؟ جمل نتفاهم عندما أقول كلمة أب فأنا وأنت والجميع يعرف ماذا يعني لنا هذه الكلمة لما نقرأها بلغتنا أو لما نتحدث فيها إذن هي تعتبر شفرة لغوية الحروف لدينا والجمل والكلمات هي شفرة لغوية نتمكن من ماذا؟ من التعامل والتواصل معا كذلك الخلية تخيل الخلية عزيز وعزيز الطالب كالإنسان نحن ملايين الناس لدينا لغة ولكل دولة من الدول لغة معينة أو لهجة معينة يتم التواصل من خلال هذه الشفرة اللغوية كذلك الخلايا عندنا جسمنا يتألف من بلايين الخلايا تشكل لماذا؟ أنسجة وأعضاء وأجهزة وفي كل خلية من خلاياك يتواجد الـ DNA في الكروموسوم فالكروموسوم يحمل الـ DNA أساسا إذن أنا وأنت فجميع الكائنات الحالي هو الإنسان نفسه نحتوي على 46 كروموسوم في خلايانا الجسدية وعلى كل كروموسوم يتواجد الـ DNA هذه الـ DNA من الخلية الأولى للثانية للقيام بالعمليات والقيام بالأنشطة والنقل وإنتاج الطاقة وتحريرها لابد من ماذا؟ لابد من ماذا من في شفرة نتواصل هذه الخلايا معا هذه الشفرة ما هي؟ هي الشفرة الوراثية هي الـ DNA بتركيب معين لحام إذن قبل عملية الانقسام تضاعف الكروموسوماتي تضاعف الـ DNA يتم نقلها لماذا؟ للخلية الجديدة لكي تقوم بوظائفها بعد الانقسام كل خلية تحصل على المعلومات الجديدة لدينا تجربة سوف نقوم بإذن الله بفصل الـ DNA التجربة طبعا نختار محلول محلل الخلايا محلول محلل الخلايا ما هو إلا عبارة عن سائل غسيل الصحون بأي ماركة من الماركات هو يحل الخلايا محلول مرسب كحول أنابيب قطارة ماء ثلج قمع لدينا عينة من الفواكه أنا اخترت طبعا كيوي وفراولة قمنا بعملية طحنهم أيضا ما الذي سوف نقوم به نطحن هذه الفواكه أو نحرصها ثم نصفيها ثم بعد ذلك نضيف عليها المحلول المحلل الخلايا اللي هو عبارة عن سائل غسيل ماذا؟ الصحون سوف نجري هذه التجربة لفصل ماذا؟ لفصل الـ DNA ركزوا معي عزائي الطلاب والطالبات طبعا نحن نعرف أن الـ DNA يتواجد في جميع ماذا؟ يتواجد في جميع الخلايا في كل خلية من الخلايا تواجد ماذا؟ على الكروموسومات الـ DNA إذن ملايين من ماذا من الـ DNA الآن سوف نقوم بعملية فصل أي الحصول على ماذا؟ الحصول على الـ DNA طبعا في الخلايا أي خلية من الخلايا؟ ما الذي يتواجد؟ طبعا هذا هو عندنا نموذج لماذا؟ نموذج للـ DNA نرى عبارة عن السلسلة الأولى والسلسلة الثانية سلسلتين ملتفتان أولى بعضهم وتعطينا سلة ماذا؟ حلزوني هذه لدي ماذا؟ لدي هذه الفواكه التي قمت بعملية ماذا؟ طحنها وترشيها هذا لدي محلول محلل لماذا؟ محلول محلل للخلايا بهذا الشكل وهذا لدي قحول بارد جدا سوف أقوم بعملية ماذا؟ بعملية سكب المحلول محلل للخلايا على ماذا؟ على الفواكه التي قمت بعملية ماذا؟ بعملية هرسا طبعا إحنا نعرف كل خلية يتواجد غشاء بلازمي هذا الغشاء البلازمي يتألف من طبقتين من الدهون أنا أحتاج أزيل هذا الغشاء البلازمي لكي أدخل إلى قلب النواة والنواة تحتوي على غلاف أيضا ماذا؟ غلاف نووي يتألف أيضا من طبقتين من الدهون فأنا أحتاج لمحلل الخلايا نحن نستخدم سائل غسيل الصحون لنتخلص من ماذا؟ من الدهون في صحوننا فأنا الآن في هذه العملية قمت بالتخلص من ماذا؟ من الدهون لكي أستخرج ماذا؟ أستخرج الـ DNA من ماذا؟ الـ DNA من النواة إذن الآن عملية أنا بهذه العملية قمت بعملية ماذا؟ الاختراق ماذا؟ أول عملية اختراق ماذا اختراق النوع أضيف قليلا منها لكي أتأكد من عملية ماذا الحصول عليها عملية التقريب طبعا لاحظنا ما زال اللون ثم بعد ذلك أقوم بإضافة ماذا بإضافة الكحول طبعا الكحول لابد أن يكون بارد وأضيفه بزاوية هي 45 ماذا درجة سوف أقوم بإضافة كمية من الكحول ثم أقوم لاحظوا معايا لاحظت الشكل سوف أقوم بعملية التحريك لاحظوا معايا انعزال لاحظت هذا الانعزال نعم يتواجد لدينا انعزال لاحظنا الانعزال ما الذي قام به هذا الكحول قام الكحول بترسيب الديني أي نحن الآن نحصل هذا الديني هو من ملايين ملايين الخلايا للفواكه لاحظوا معايا القطع سوف أقوم لاحظوا معايا كأنه صورة هلامية أنا لم أضع موس أنا وضعت ماذا أنا وضعت كيوي وفراولة لو أجي ألاحظ شوفوا معايا هذا التركيب أنا الآن أحصل على كمية لاحظت معايا كأنها مادة هلامية هذا هو الديني إذا انفصلنا واستخرجنا من ماذا من ملايين بلايين الخلايا للفواكه المحروسة السائل المحلل هو الذي وضع لنا لاحظنا بهذا الشكل نرجع إلى تجربتنا نرجع إلى ماذا تعلمنا الديناي مركب كيميائي يحتوي معلومات يتم تضاعفه تضاعف الكروموسيومات وكذلك تضاعف الديناي ثم نقله إلى الخلية بعد عملية الانقسام بذلك كل خلية تحصل على ماذا؟ تحصل على ديني الأساسي لكي تقوم بوظائفها من الذي يحتوي على معلومات يحتاج إليها؟ من هو؟ أحسنتم هو الديني يحتوي على معلومات بالكابتل يشبه تركيب الديني سلم ماذا؟ أحسنتم السلم الحلزوني تحمل المادة الوراثية داخلها من الذي تحمل؟ هي الكروموسومات هي التي تحمل المادة الوراثية الديني لدينا الواجب في هذا السؤال سوف نستكمله بإذن الله أو نحله في درسنا القادم بذلك نهينا من ذلك الجزء ادفع نفسك عزيز الطالب للأمام كل يوم ليس المهم أن تتقدم بسرعة لكن مهم أن تتقدم في الاتجاه السليم أشكر لكم أعزائي الطلاب والطالبات حسنا متابعتكم أبو معي في الفيديوهات القادمة شكرا لكم